تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة اختتمت منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة البحرين للسقور والصيد والتي أقيمت على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للمتسابقين المحليين وذلك بمنطقة لسبخة المحاذية لقرية البحرين الدولية للقدرة هذا وقال اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن مسابقة البحرين للسقوري والصيد لم تعد فقط تجمعا للتنافس بين الملكي والمتسابقين إنما صارت ملتقى تراثي وثقافي هام للتعريف بالمورثات الوطنية والرياضات والهوايات التراثية العريقة إذ لاقت المسابقة منذ اطلاقها إقبالا كبيرا من الجاليات الأجنبية في المملكة الذين حرصوا على الحضور ومتابعة المنافسات والتعرف على تراثي أهل البحرين من جهته عرب اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن شكره وعظيم امتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه على رعايته ودعمه الدائمين للرياضات التراثية وممارسها من الشباب البحريني والخليجي والذي يعكس حرص واهتمام جلالته للمحافظة على الموروث الأصيل الذي يجسد التراث الوطني لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية مؤكدا أن متابعة جلالته أيده الله لفعالية هذه النسخة من المسابقة منحها القوة والنجاح الحقيقي والذي انعكس بصورة مواضحة على مستوى المتسابقين الذين قدموا أداء متميزا في هذه الشوط من المسابقة هذا وشهدت المنافسات إقامة مسابقة الصيد بالصقور نوع الشاهين وحر واجير الفئة الأولى والسباق السلقان والسباق الخيول العربية وفي ختم المنافسات توجه سمو الشيخ خالد بن حمد الفائزينة في مختلف السباقات هذا ومن المقرر أن تنطلق غدا الأحد منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة القناص الصغير بمشاركة ستين ناشئا وتشمل المسابقة تدريبات نظرية وعملية لعدة رياضات تراثية منها الرماية وركوب الخيل والهجن والصيد بالصقور والكلاب على أن تستمر المسابقة حتى الخميس المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر